يا لاوي يعني فتحتي قرن الراجل أم اللي كنت عايزاني يعني سمي عليها خالتي طب احمد ربنا بقى ان هما مبلغوش البوليس وقدوكي في دهيا انا من الاول اقول تركو يا جماعة انا مش نفع في الشغلانة دي الحمدلله انا كمان كنت عالان من الشغلها من ورع ابي رضا صدق ان انا غلطانة اللي بعدتك معاها ما انا عارفة ان انت عي الفقر الله هو انا كل مصير بتحصل تلزقوها في انا بصراح يا ماما عاطف ملوش زمد اهو شوفتي طب بس بقى اسكت خالص مش هكلهم جم انا كل انا بسكر وشه وانت بتعمله باي 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 تبقوت من ده تحس ان انا بشتمه مش بعمله باي باي بصراحة انت عملته فيه انا عمش يتمه ببتيجة هو اللي جابه الناسه بقلباني شوفتي البخور جيد فايدة ازاي طب وبالنسبة اللي اتنين الميدالدلين دول نسيتهم اخراس يا بيت السلام عليكم عليكم السلام عليكم ازاك يا ابي رضا ازايك يا عاطف اخبرك ايه؟ انت ايه اللي معادك بهدومك لغاية دلوقتي وانا بجاماتي خلصت خلاص؟ لا بس اسلسه جاي من برا جاي من برا كنت فيه لغاية دلوقتي كنت في النايت في النايت؟ بتعمل ايه في النايت؟ اصلي كان واحد صاحبه سالف منه فلوس فرح يجبها صاحب مين؟ يا اخو يا سيبك من عاطف وقولي راجع مبسوط يعني انت واخوك هو الفرح كان حلو قوي كده؟ ده كان عالم يا ماما عالمي يا سلام للدرجات دي واكتر انت عارفة وفرح مين الاول؟ اخوك بيقولي واحد زميل لا يا سيبتي ده كان فرح نازلي بنت مرات عم فاضي يا لا اهوي وقال لي والدك وقناه انا بقى مبرداش احكيلك عشان رد فائلك الاوفر ده اصلا قبير اذا دبس عم تدبيسة طلعت من نفوخه دبسته ازاي؟ عملت ايه قول؟ لا لا ده موضوع طويل ويطول شرحه اغير هدوم الاول وبعدين اجحكيلكو ايه جو المسلسلات ده؟ وانت لازم يعني تطلع بفاصل عشان ترجع تكملينا الحكاية؟ اه لازم بفاصل محتاج اريح شوية بعالج وانت كنت بره ولا ايه؟ لا بره بره ايه مكلتش بره ولا حاجة مال ايه اللبس ده؟ ايوه عشانك يا ريد مستنياك وقال يعني عاملالك جو جو ايه يا حليمة في وسط مجمع التحرير اللي احنا عايشين فيه ده؟ يوه يا اخوي ان شاء الله دايما متجمعين يا رب هخش اغير في السريع واجيلكو ماتأخرش يا ابي عايز اعرف عملت ايه؟ حاضر هو انت متعرفش تسكت ابدا وتحط لسانك في بقك؟ والمصحف والمصحف محد حيودينا بداحية غيرك انت انت زي توفق على كده؟ وانا كنت اعرف من ايه؟ انا كنت مستنى لحد ما تجيب لي تفاصيل عنه وعن حياته وبعدين؟ بعد ما عرفت؟ هتعمل ايه؟ مش عارف؟ لسه بفكر لسه بتفكر؟ بقى الدكتور مراد حلمي اللي مترشح يبقى وزير يحط ايده في ايد تمارجي بيشتغل عنده في المستشفى؟ مش مهم هو بيشتغل ايه؟ المهم هو ايه؟ تاني يا مراد؟ تاني هتقول الكلام ده؟ مشوفتش كلامك عمل ايه بنتك؟ خلا سيب شجب كل امكاناته دي وتبص روح بجربوع صراحة؟ انا مستغرب من تفكيرك الطبق ده؟ المفروض ان انت دكتورة متحضرة ومتعلمة تقييمك للناس ما يبقاش على الاساس ده؟ صحيح انا يا دكتورة بس ام قبل ما كنت دكتورة وعايزة منتش تتجوز احسن جوزة في الدنيا يبقى لازم نفكر بعاهلنا ونشوف هنتصرف ازاي؟ لان اكيد فهمي ده احسن واحد بالنسبة لها في الدنيا وإلا ما كانتش حكيت لعنوه انت حتجنيني يا مراد؟ انت بشار المساوام عامل ازاي؟ وانا كنت ايه من تلاتين سنة يا دكتورة؟ كنت لسه متخرج من الجامعة ومن اسرة رسيطة وفقيرة واهل الكبار رفضوني وقالوا لحبك ليا وتمسكك بيا ما كناش اتجوزنا وحتى بعد ما اتجوزنا قابلتنا صعوبات كتير قوي في حياتنا لحد ما جات البيعسة وصفرنا برا وكويننا نفسنا شوف النهاردة حياتنا بقى شكلها ايه؟ ما تقارنش نفسك بيا مش أنا اللي بقارن يا دكتورة بنتك بتحب ومتمسكة بيه وهي اللي حتقارن وساعتها مش هتقدار تقول لها لا وحتى لو قلت لها لا حتتمسك بيه وحتعند اكتر واكتر يعني انت موافق؟ لا طبعاً بس مش بسبب ان الولد فقير ومن اسرة بسيطة لا بسبب اخوه اخوه انسان مش كويس بالنسبة لي مش فارقة كتير النتيجة واحدة ان احنا الاتنين رفضين وقل للبنتك ان السماء دي لو طبقت على الارض مش هتتجوز الولد ده سمع يا مراد؟ لا يمكن قبل صابرين قبل صابرين تروحت فين امبارح قبل صابرين ماكو روحت فين يعني يا سعيد مشيت قبل ما يرموني برا في الشارع بسدتي ولا يرموكي ولا حالي الموضوع عدى على خير والحمد الله عدى على خير؟ عدى على خير ازاي؟ الراجل فاجئنا كلنا وراح للمستر زهر انه مسامحي وانه معجب بصوتك جداً وهيجي كلهم عشان اسمعي معقول؟ والله زي ما بقولك كده طب مستر زهر قاله ايه؟ هو يقدر يفتح بقه؟ الراجل ده تيه لاوى يا سابرين واحمد ربنا انه معافهش هو ليه؟ احمد ربنا انه ما عملتش فكتر من اللي عملت وسعيد يا سابرين كبار دماغك شوية الناس دي بتبقى مبسوطة شويتين وخلاص يتبسط على نفسه انت عارفني كويس مينفعش معي الكلام ده ما علشان عارفت كويس بقولك كبار دماغك علشان في الاخر ما حد شقدر يعملك حاجة لا يا عام انا واحدة جاية تغني وتروح محدش يطلب منه اكتر من كده يا سابرين المفروض اللي انت فنانة والفنان ده بيعرف يجامل الناس ويتعامل معك كله مش هتكسر يعني حاجة لو قلت كلمتين حلوين مشي اما انشوفها اخرتها اخرتها خير المهم بس ما تتأخرش النهارة ان شاء الله ادخل تاريتي الاخبار يا دكتور تاريتي الاخبار الدنيا كلها ملايش سيرة غير مستشفى الشعب بركة فرضة بيه مفيش مصيبة بالجنة اللي ما يكون اسم المغفى ده فيها مصيبة مصيبة يا دكتور دي اول حاجة عدلة تجي لنا من ورا بوز الاخصد اوه عدلة واضح ان انت مبسوط اوه يا فرماوي طبعا مبسوط يا باشا دي ملايين ملايين يعني خير يا ام علينا كلنا عشان انت غاب يا فرماوي بس الخلطة يا دكتور الله مهي الملايين دي لما اتجينا يا باشا هتجينا وراها الوزارة ومش الوزارة وبس لا الحكومة كلها موز يا باشا انا مش فهمهاك كل الاجهاز الرقابية اللي في البلد هتيجي هنا عشان تتابع وتسألك ده فين وليه ومنين وراح فين فهمت ولا لسه؟ انها لازرق دول حيلاء عليك بلاوي بتقول ايه؟ نعقص لي علينا علينا وهي دي المصيبة هتتفت علينا ابواب جهنم من غير ما ناخد لا بيض ولا سود طب والعمل يا دكتور الله بعالي لازم نشوف طريقة طلعنا من البلودي بأي شكل اللي حصل ده مهزلة يا فرحات يعني ايه بقى عند الامن والحراسة دي كلها وولد زي ده يدخل هو واخوه الفرح امن ايه ده؟ افرت بقى كانوا دخلين عشان يعتلوني غلط يا باشا غلط انا مشيت فيها خمسلاشر واحد وإيه فايد؟ ما انت بغير طعم الحراسة قبل كده؟ لما الزفتة ام الزفتة دي دخلت عليها الفيلا وانا نسيت انا اللي هيجنيني ازاي دخلوا وسط الحراسة دي كلها؟ دخلوا مع الموسيقين بتاع الرقاصة نعم غلطة غلطة يا باشا اسمع يا فرحات الاقال دي لازم تتربى واللي حصل طعميش هيعد على خير انت فاهم؟ فاهم يا باشا لكن هتعمليه في الخمسة مليون دولار؟ هتدفعهم؟ هتدفع مين يا ابني؟ هو انا لسه تلميز لا طبعا انا هسيبهم كده اسبوع ولا اسبوع لحد ما ينسوا ولو حد فيه مفتكر وكلمني هبقول لهم اي حاجة مونت عسر عندي ازمة مالية؟ الو؟ ايو يا فندم يا فندم دي اقل حاجة اقدمها لمصر مصر دي قوم بالدنيا وحتبق قد الدنيا ان شاء الله يا فندم دي انا لحم اكتافي من خيرها ومهما عملت مش هقدر اوفيها حقها العفو يا فندم كم عليك؟ لا لا تمام ساعدت الكلام مع السلام يا فندم خير يا باشا مين كان بيكلمك؟ ده مدير مكتب سيادة الرئيس تتكلم جد؟ يا دي حاجة فيها غازار كان عايزين ايه؟ كان بيشكر انها السبع مليون اللي هتنايل ادفعهم لمستاشفى الشعب سبع مليون؟ مش كانوا خمسة يا باشا كفكرك يعني لما مكتب الرياسة يقول سبعة هقدر اراجعهم المصيبة ان انا لقلت لخمسة ولا سبعة ولا فتحت بوقي من اصل الله يحرقك يا رضا الكلب انتح طب يعني كده اتبست فيه يا ايو اتبست اتيلت هكفحه مكتب الرياسة هو اللي بتابع الموضوع بنفسه يعني في خلال اسبوع لازم اكون وردت المبلغ اسمع فرحات اللي وقت رضا ده انا عايزة تجيبه مكتف زي الفرخة المتبوحة وترميه قدامي هو مش ابن خوك او انا عمه خلاص ما حدش اللي هو مني لما ربيه لا يا باشا ما ينفحش دلوقتي خالص العالم كله عارف ان رضا ابن خوك واي حاجة هتحصله هتبقى فش معاليه حضرتك داخل على منصب كبير لا عايزين دوشة ولا مشاكل يعني يا فرحات انت عايز ناخد الخبط عليك باغي وحتى مقدرش اقولها ماشي ماشي يا رضا مسير يا رؤلك ادخل ماشي تحت عمرك يا دكتور تعال يا رضا تعال تعال مايصاحش يا دكتور اسمع الكلام واضح شوف يا رضا انا عاوزك تستوع بالكلام اللي حقوله دلوقتي لاني مش هكرره تايني خير يا دكتور اخوك فهمي يبعد عننا مش عايز اسمع ست وخالص طب حضرتك ممكن تديني فرصة وتسمعني انا جايبك هنا عشان انت اللي تسمعني مش انا اللي تسمعك لا فكرة دكتور فهمي مش وحش فهمي كل سنة بيطلع من الاوائل وحضرتك تقدر تسعل اسات زيته في الكلية حيقولولك اللي انا بقوله ده يعني مستقبله كويس مش وحش وحضرتك تقدر تعتبره زي ابنك بالنسبة بقى للدكتورة عبنية اسمع ما تجيبش سينة بنتي على لسانك وتفهم اخوك يبعد عنها خالص ولو حاول يتصل بيها ويكلمها اعتبر نفسك مرفوض مش بس من المستشفى لا انا بعلاقاتي ممكن ما خلكش تشتغل في اي مستشفى تاني طب انا ممكن اعرف بس فهمي عيبه اين انا مش جاي اتكلم هنا عن مزاياه وعيوبه ايوم انا من حق اعرف ايه سبب الرفض عاوز تاعرف سبب الرفض ان اخوه حرامي مرتاشق وانا بنفسي ماسك وهبياخد رشوة من المرضى واعتقد ان الاخوه بالشكل ده مقدرش اقامن على بنتي معاه حرامي ايه بس يا دكتور حضرتك ظلمني على فكرة لان انا مش عاوز راغي كتير اللي بقوله تسمعه خلاص مفهوم؟ مفهوم فضل ايوا فاتم اخوه كان عندي دلوقتي ولا خلاص في الموضوع اتركز بقى يا فريد تركز هان انا اتركز يا عم اتركز انت انت بش عاوز تشرح حاجة مين ده؟ ألي أحسن أحد أشرح البتاعدة؟ أنت مش عارف اسمه وتقول لي أحسن واحد على فكرة عارف اسمه كويس أوي أنا مسك كنت بمسحنك هااا قول لي اسمه إيه البتاعدة؟ ما تسيب الوادفة حلو يا عاط هو أنت ما تقعدش جنب حدي يا ابني غير لما ترازي فيه حق عليه أن أنا عايزه يفهم وينجح ولما يكبر يبقى زيه؟ الشر برا وبعيد يا أخويا تف من بقك اوه قم افتح الباب واسيب الوادفة زاكر لوحده أحسن ده إيه الهم ده؟ إزاك يا يا سابرين؟ إزاك يا عاطف تعال عشان عايزيش إزاك يا خالت؟ إزاك أنت حبيبتي؟ خير يا سابرين؟ الأستاذ سعيد زميلي نهاردة في المدرسة تكلمني عشان أركع الشغل تاني طب هراك أنت فتحت دماغه وسيحتره دمه؟ بيقوله أنه سامحني وقال لي مستر زاهر قال إيه؟ يا رجعني الشغل؟ يا ما أنت كريم يا رب؟ شايفة رب الكريم إزاي؟ طب وبعدين يا خالتي هنعمل ليه دلوقتي في إيه يا سابرين؟ في رضا؟ مش المفروض نقوله بقى أنا مش عايزة أبقى بعمل حاجة من وراه شوف البيت اللي عايزة تخرب على نفسها أنا معها قبلها سابرين آه لازم أبير ده يعرف كل حاجة كده أسلم وإنت ملك إنت يا حشن أنا حقي على لي بقول رأيي الله الله الخلي عن رأيك يا سيتي خليه لنفسك اسمعي مني يا سابرين واسبري شوي حصبر لحد إمتى بس يا خالتي؟ ده هيبقى شغل ثابت يعني لازم أروحه كل يوم في نفس المعايد ومش هينفع نعمل زي مبارح ورده نزل؟ لا ما نزلش؟ والجو ده؟ يا ست ساعتها حتتقضى؟ هو أنت شايفاه بيقعد قوي؟ وفريدي الفاس وققت في الراس وجي في يوم وقعد ساعتها بقى نتصرف إزاي؟ تبقى تنزل أنت الأول وعاطف يحصن لا يا جماعة أنا مش عارف اشتغل في جو القلق ده؟ خلاص بقى يا سابرين لما يبقى يحصل ساعتها نبقى نقوله لا يا خالتي أنا أول لما رده يجي هحكي له على كل حاجة واللي يحصل يحصل عشان نبقى على نور معقولة؟ يعني رده عمل كل ده بسببك؟ أبي رده طول عمره كده ممكن يعمل أي حاجة عشان خاطرنا ما بيستحملش علينا لهو طب بس إيلي خلي أنكت فاضل يعمل كل ده معاك؟ أكيد شادي اشتكالي هو طبعاً مش هيزعل شادي بإيه ابن مراته؟ بصراحة شادي ده ده مطقيل قوي وتفع قوي بس غاني قوي جاهز قوي وإيه مقارنة هتحصل ما بينه وما بينه الجيدة هتبقى في صالحة ومنك إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ما تخليك وثق في نفسك شوية أكتر من كده؟ أولاً ما فيش مقارنة بينك زيناياً حتى لو في مقارنة بينك إنت ناسي ناك عندك ميزة مهمة جداً منك وتخلي المقارنة دي في صالحك؟ أيني بحب؟ بجد عمنا؟ تلاوي ده لسه بيسأل أمل أنا بعمل كل ده ليه؟ أيوة يعني هتتحملي ظروفي وتستحمليني ولا هتزهقي؟ هنك تبص للناس اللي حواليك شوية وتحاول تتعلم منهم؟ بص لأخوك ريدا مثلاً اللي قرر إن هو يدي أمك الفاضل درسة ما ينسهوش طول حياته لمجرد إن هو فكر يقرب من حدا فيه ورغم إنه مفيش مقارنة من قدرات أمك الفاضل ورده بس هو فكر وكرر ونفذ ونجح ده لاش دي؟ شوف قصة حبه اللي بقلها سبعة تمن سنين ولسه ما تجوزش ليه ما يقسش؟ ليه ما يزهقش مثلاً؟ ده عارف؟ يا نفسي عيش قصة حب زي دي وبعد ما نتجوز أحكيها لولادي وأحفادي أنا بحبك بحبك أوه وحعمل كل حاجة في الدنيا دي عشان خاطر نفضل مع بعض أيوة كده أنا خليك لايك خليك لايك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حبيبي ما ليش أنا راجع تعبان هخش رايح شوية وإنت ساعتين كده وبيتعالي صحيح ما أنت ما ننتش كويس مبارح يا ريدا أنا مش عارف إيه اللي ودك المستشفى الصبح مش أنت أنا بشيتك بالليل يا ابني معلش يا أمي يعني كان عندي حاجات مهمة في المستشفى وكان لازم أعملها يلا أصبع على خير ريدا من أمر معلش بس كنت عايزة كلمك في حاجة مهمة يعني خير يا صبريم أنا عارفة أنك راجعت عمام بالشغل ومش متحمل بس يا ريدا الوقت عمال يجري وإحنا لسه ما عملناش حاجة في موضوع الشقة وهو بإيدي يعني يا صبريم ما أنت شايفه أنا بعمل اللي علاية والزيادة وبعدين حاجبلهم مبلغ زي دا منين أنا عارفة أنك بتعمل اللي عليك وزيادة بس دي فرصة مش هتتكرر يا ريدا ولازم نعمل حاجة وبعدين أنا ممكن أنزل أشتغل وأساعدك وحضرتك هتشتغل إيه بقى؟ هتدي دروس موسيقى؟ لا مش كده بس ممكن أشتغل شغلانة تانية صبرين، لو نوعية تتكلمي في موضوع الغنى دا يبقى أحسن لك ما تتكلميش يا ابني طب اسمحها الأول بس أنا مش عايز أسمع حد يا أمي الموضوع دا بالنسبة لي منتهي وبالنسبة لموضوع الشقة أنا هتصرف في الفلوس إن شاء الله موسيقى ارتحتي؟ مش قلتلك؟ طب وبعدين هنعمل دلوقتي خلطي؟ ولا هنعمل حاجة أنت تتكلي على الله وتنزلي شغلك وأنا بس يومين ثلاثة وأفتح معاه الموضوع كده بس يكون في ساعة رواقع موسيقى هميقى زيك يا بابي؟ أهلا أنا حبيبتي وليلي أخبار كلية إياه الحمد لله تمام لا بعودي، عاوز أتكلم معك شوية إيه الجودة؟ بشكل موضوع مهم بالضبط كده خير يا بابي بخصوص إيه؟ مخصوص فهمين مانو فهمي أنت عارفة أن الأخوة اللي عرفنا عليه في الفرح ده؟ بيشتغل ممرض عندي في المستشفى؟ لا أهو أنا عارفة أنه هو ممرض بس ما عرفش أنه بيشتغل عند حضرتك في المستشفى بس أي مشكلة؟ عشان ممرض؟ لا طبعا أنت عارفة بابي كويس ما بيفكرش بالشكل ده المشكلة أن أخدس لكم مش كويس وأنا قبل كده مسكت وهو بيأخد رشوة من المرضى وكل مصيبة بتحصل في المستشفى بكتشف أنه هو اللي وراه وأكيد طبعا واحد زي ده أخوه مش هيبقى ملك يعني؟ إيه بابي اللي أنت بتقوله ده؟ أنت أكيد بتتكلم عن حد تاني ده الردى اللي أنا عرفه من فهمي أن الردى ده بني قدى مفيش زيه في الدنيا وضحبه استقباله كتير قوي عشان خاطر عيلته بعد وفاة باباه بقيله سنين نفسه يتجوز ومش عارف لو زي ما أنت بتقول كده على الأقل كان زمانه متجوز دلوقتي ده اللي أقولك فهمي عشان كده أنا مش عايزك تسداي كل كلمة بتتقلك دي لسه صغيرة ومعنديكيش الخبرة أنك تحكم بيها على الناس عشان كده حبيبتي عاوزك تتعملي بحذر لحد ما تتأكد من كل كلمة بقولها لك عشان بعد كده ما تتصدميش معقولة رضا موسيقى 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 ايه دا؟ انت عالس هنا؟ ايه؟ ما عندك سوى دليل النهاردة ولا ايه؟ لا انا نازل عندي مشوار تاني بس كنت مستنيك عايز اتكلم معاك شوية خير حبيبتي انت قابلته منها النهاردة فادي؟ اه ما تكلمتش معاك في حاجة؟ تكلمت بس انت عرفت من ايه؟ مش مهمة عرفت من ايه؟ المهمة انا عايز اعرف هي قالت لك ايه؟ قيت لتعلم منك يا سيدي مبهورة اوي بثقتك بنفسك وبقصة حبك انت وصابرين لدرجة ان ابتديتها غير منك على فكر تحباها يا فادي؟ اوي يا بيه هي يا بنت جدع اوي لو لفيت الدنيا كلها مش حالي ازها ياه ربانا يا سايدة يا فادي يا الله حنزل يا بقى استنى بس يا بيه ما قلتيش انت عايزني في ايه؟ دا مش مهمة بقى انا اصلا نسيت انا كنت عايزك في ايه؟ السلام السلام الحمدلله السلام يا قبلة الله سلامك يا مستر بالحيال انا كنت فاهمه انك قبلت موسيقى ما كنتش عرف ان عندك مواقب تانية وانك قبلة في المصرعة كمان يا مستر حضرتك ما شفتش هو عمل ايه؟ هيكون عمل ايه يعني؟ خليك تسياحة دم الراجل بالشكل له يا مستر دي حاجات ما تتحكيش وبعدين مش بعيد لو كنت حضرتك موجود كنت عملت فيه اكتر من اللي انا عملته بكتير اعمل ايه؟ انت بتقول ايه؟ انت دا حال دلوقتي مش فاهمني اللي عملتي دا جناية ولاش الراجل قلبه طيب وسامح في حقه تنزمان هذيك دلوقتي في الكلام شات يا مستر انا اول ما شفته بيتصرف بالسفالة دي ما حستش بنفسي غلط غلط يا الله من هنا ورايح هازم تحس بنفسك دا رجل اعمال كبير مش تنميز عندك في المدرسة وقلت قالك يا صابرين قبل كده واحد قالك تاني اللي انت واقفة فيه دلوقتي هنا دا كبريد ناية كلب مش مدرسة يا قبل مفهوم يا مستر يبقى من هنا ورايح تتصرفي على الأساس دا مش كل يوم والتاني هلاقي حد بيقولك كلمتين عجبوا صوتك عليكي مساحله دمه حاضر دي اخر مرة هقولك الكلام دا صابرين تفضلي دلوقتي يلا اجهز على نملكك على اسدقى والله انا ما فاهم انت مقير مني اللي حجس لمان يا عمي زكان على الطلباء الأخرانية اعتبرها ما جاتش حاشلها انا والرجال بتوعي ها ما قالت يا فرماو انت بتشتغلني ولا ايه دي بالوام سياحة يا عمي دي لا فاة زازة داوة ولا سرنجة ولا ايه حاجة خالص دي انا دفع فنوس بالجبع عشان اخلص منها كل الفاة شوات اكل حمضان وملهوبش ايه لازم يا عمي الحاج زدقني احنا جالينا مدير جديد حاطت حوالينا شوات نادر جاية بلك انت لو سرنجة تنطرت كده ولا كده العصافير بتاعته تبلغوا ويعمل لنا مواج خلاص بقى يبقى ما تبعتليش حاجة تانى يا عمي مش هتحتاج تحط ايدك فيها ايه زي ما ايه كده عدم المواجز اعنا معلم الحاجات دي بتعملوا بيها ايه بعد كده بتعمل منك ياس بلاستيك بلاستيكات اروانات ولو فيها ماعدن بقى بتخش في حاجات تانية كتير بتتدور يعني بص بقى حاج انا ملغي شوية من رجالتي كده في مستشفيات تانية يجمع ولك حاجات على رواقه الحاجات دي هتتجمع النهاردة انت تبعت الهربية وتشيل لا يا عمي الحاجة تجيلي لحد هنا النص تقابل مش هنا وانا معملش لحد تانى يا اخوة خلاص عندنا المشوار دي اعمل فرماو برضو عشان ما نزعلش المعلم انا عنده واحد صاحبي معه عربية نصه لانا هيحمل الحاجة وانا هطلع معه بنفسي ايه قوضي تايد ما تزعلش بها حاجة يا عمي تبزم بقى لا 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 يا روا انا هزعلها منك انت ليش مسوي بيني وبينك حواجز قف عليك شايل هم الدنيا كله على راسك علشان عشرين الف جنيه انا بس مش عايز اتقل عليك ابو عبد الله لا اله الا الله مش تتقل عليه فيه يا اخي انت مثل ولدي اسمع باتشرتيني تاخد الفلوس كاش لان الحين الفلوس ممعين ربنا ما يحرمني منك ابو عبد الله بس معلش انا مش هاخد منك اي فلوس الا لو كتبتلك بهم وصل امانة رجعنا للكلام اللي زقل وصل امانة انت تكتب لي وصل امانة بين الخيرين ما في حساب ورحمة ابويا الغالي ما هاخد منك مليم واحد الا لو كتبتلك وصل امانة خلاص خلاص كيفك سو اللي تبيه اعرفك راسك يابس مثل ابوك واسمعي بهذه المناسبة السعيدة انت الليلة بتسهر معاي سهرة في منتهى الجمال بمناسبة الشقة الجديدة وانت بتتلكك عشان تسهر ابو عبد الله سواء كانت المناسبة سعيدة ولا تعيسة تقول لي يلا نسهر السهر حلو والفرفشة حلوة هاشقل خلاص مدام اموافق اغير ماذا بسي واجيلك فضل فضل ابو عبد الله يلا فضل اضغط رقم واحد لإسفل اضغط رقم واحد لإسفل ها؟ سابرين؟ لا يا حبيبي مشين أصلها وسيت لحد الولية مؤاملة عشان تطمن عليها وعلى بنتها لا لوحدها ازاي؟ عاطف معاه طب تمام لما ترجع بقى خليها تكلمني ضروري ها؟ اه عندي خبر حلو خبر حلو؟ طب قول لي يا حبيبي يفرح قلبي لا اقول لي انا عايز ابلغها بنفسي كده برضو يا رضا مش عايز تقول لأمك حبيبتك انت ليك حدي غير يا ولا عشان تقول له كل حاجة خلاص بقى يا حليمة انت هتعمليلي مناحة طيب بس احليف انك مش هتجبلها سيرة ورحمة الغالي ما حقول حاجة انا جبت مقدم الشقة ما حقولة؟ ابو عبد الله الله يكرمه حيسلفني المبلغ وحنروح بكرة ندفع ونستلم على طول ربنا يبارك له يا رب يا ألف نهرب يا دي رضا مبروك يا حبيبي الله يبارك فيك يا أمي الحمد لله الحمد لله يا حبيبي اول ما توصل لصابريل حقليها اتكلمك على طول لا يا حبيبي ما اقول انسى مع السلامة يا حبيبي مع السلامة طب ودي اجيبها ازاي الساعاتي غيلة يا قديامك يا حب جزينколاي يا حبيبي مع السانية يا حبيبي مع السابري apostle ألو ايوى ماما حليما ايوى يا عاطف سابريين معاك؟ لا سابريين لسه بيجاز مدوثا عشاندا كلعوا على المسر وبعدين بقى طب اسمع أما أقولك روح لها على طول وقل لها إن ريد عمال يكلمها وسأل عليها ليه خير؟ في حاجة؟ يا بني أدم اسمع الكلام وروح أقولها على طول خليها تكلمني بسرعة ما أنا بقولك يا تيكة دواتي ومش فاضي يا خالص لو في حاجة ما أما أقوليني وأنا بلخها لها إيه؟ بجد ده خبر حلو قوي معقولة اللي بتقوله ده يا عاطف؟ أوه والله مام حليمة لسه قفلة معي ألف حمد وشكر يا ما أنت كريم يا رب؟ وسع كده استني راحا فين؟ راحا في الشغالي في الاسم الزاحر ده واسبله المخروف ده وامشي ما أنت أدعم لله إيه يعني؟ لا أعمل له إيه دي بقى لما وصل قدامه وهو ونصيبه ساعتها عشان يبقى يعضي أنب فيها كويس زي التنمزة استني بس يا قبلها استني إيه تهيني عادي اللي إيه ده على خير عشان خاطر عاديها ليه يا عاطف؟ وأنت عايزنا أغني تاني في المكان ده؟ أنت مش جيلتي واجهزتي؟ ماله لما تغني؟ أغني إيه؟ أنا مش خوض هنا ولا دقيقة واحدة بعد كده سبري مرس لما تعبلي قبير هذا فاهم منه الموضوع وبعد كده بقى تكراري هتفرق في إيه يعني؟ هتفرق أنك تكون يفهمت رأسك من رجليك؟ وشفت الفلوس بعنيك؟ بعد ما تعمل أيا خطر